أحبائي جاء الوقت لنكون في مستوى التقة التي منحنا إياها وطننا بأن جعل منا كنزا تمينا بخوفه علينا فرض لنا الحماية والدعم وساعد آباءنا وأمهاتنا بالصهر على سلامتنا راحتنا دراستنا وصحتنا وأشياء أخرى هو جاد في القيام بها إذن هل أم لنكون دعما لوطننا بحيث نستمع إلى النصائح ونطبقها بحدافرها دون الزيادة من رؤوسنا أنا طفل مثلكم أتبع جميع نصائح أبي وأحيطكم علما على أني فاقد لأمي بين قوسين متوفية فقد سطر لي أبي جميع المقترحات على الصبورة بشكل برنامج برنامج الأكل الصحي المتوازن برنامج النظافة برنامج الدراسة برنامج اللعب وكل ذلك مع الاحتياطات إذن أنتم بدوركم طبقوا نصائح آبائكم وأمهاتكم ولا تسبب لهم المتاعب والمشاكل حتى لا يحدث إخفاق فيقع علينا الضرر أحبائي يجب أن نساهم في إنجاح كل التدابير والمساعي التي يقوم بها مولانا الهمام محمد السادس نصره الله من أجل سلامتنا وسلامة وطننا الحبيب والله الموفق